مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم وغوكا عنفو مع حاتم المرابط أتمنى أن ألقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير حلقة اليوم ستكون في الأول كوكتيل من بعض التدخلات التي سنعقب عليهم ومن هذه التدخلات سننزل الموضوع الرئيسي للحلقة اليوم اللي هو فضح الولايات المتحدة الأمريكية للسياسة والديبلوماسية الجزائرية سنبدأ بالمال اللواني واللي ما كيعرف المال اللواني فهو واحد الشخص صعبر بزاف لدرجة أنه وصل الآلاف الحلقات على القناة دياله في اليوتيوب وصعبر بزاف لأنه من فيف توركيا ومشهور بزاف لأن قناته قريبة تصل مليون مشارك مهم غانا خليكم تشوفوا شنو جعل مرة أخرى على المغرب ونكمله الاتفاقات المبدئية التي تجري بشأن ليبيا الآن في منتجع بوزنيق المغربين الهدف النهائي من هذه الاتفاقات وهذه التفاهمات أمرها الأمر الأول هو تقسيم ليبيا الأمر الثاني هو طرد القوات التركية من ليبيا الأمر الثالث هو إبادة الشعب الليبي لا يبقى شعب ليبي أصلا يتحول إلى مجموعة من الشحاتين والجعانين مرة أخرى في تحليل فانتازي كيت تهمنا في المغرب تقسيم ليبيا أنا لاحظ في الحلقة دياله مرة كي يهاجم المغرب والجزائريين كيف رحوكي طلعوا لي الفيديو ومرة كي يهاجم الجزائر المهم يلدرنا قراءة بسيطة لكيفاش لما اللواني يرتب الأولويات قال في المقام الأول كي ينتقسيم ليبيا وفي المقام الثاني زرع بالزربة طرد تركيا كأنها مهمة وفي المقام الثالث عاد كر الشعب الليبي يعني قدم تركيا على الشعب الليبي يعني بالنسبة للملواني الهجوم على المغرب فقط لأنه يعارض مصالح تركيا في ليبيا علي الملواني إذا رتبنا بالأولويات رح ستوقف مع المغرب ومع الليبي قبل ما توقف مع الأتراك حنا أقرب للمصريين خاصة في اللغة والثقافة وفي الدين ونك نقول الدين لأن رسميا تركيا رأي علمانيا ماشي دولة مسلمة رسميا ولكن فيها المسلمين لكن حنا عرفناك من شحالة هذه أنت يطف بالد للأتراك والوصف ديالك للليبيين رأى فيه شوية ديرتعكم ورأى تقلل من القيمة ديالهم المغرب أتاح للليبيين مجال يتفاهموا بيناتهم واستطع أنه يجمعهم في حين كشلوا الأطراف الدولية كاملة في تحقيق هذه هدفها تعالوا نبدأ ونرى كل هذا أولا هذه الصورة تقطت خلال الساعات الماضية هذا وزير الخارجية المغربي وهؤلاء المجتمعون اخترتهم أمريكا وأتت بهم إلى المغرب وعهدت إلى وزير الخارجية المغربي أن يقوم بالدور نيابة عن أمريكا يعني كما نعلم أن نائبة السفير الأمريكي في ليبيا وهي في نفس الوقت موهلة الأمين العام للأمم المتحدة يعني امرأة بتقوم بيه بدورين ذهبت إلى المغرب وكلفت وزير الخارجية المغرب وأنا عرضت في حلقة سابقة أن وزارة الخارجية المغربية نفسها تقول أن الله زارتنا نائبة السفير الأمريكي وطلبت منه أنا عاد فهمت هلاش يتعمل المغرب بمحاولة تقسيم ليبيا لأنه دائما يشوف السيد ناصر بوريطا جالس وسطهم وفارق منهم على يمين وفارق آخر على الشمال كانت من نصي بوريطا يكون في الاستماع ويديروا الخاطر الملواني باش ما يتقلقش علينا المرة الجاية خلطوا عمر ربما يمتان على اتهامنا وطريقة كلامك على أن هذه الأمريكية مشات المغرب وكلفات المغرب هذا دليل على أنك لا تفقع شيئا في خصوصية المغرب ورعك بالدريجة غير الشاقية أعطينا دليل واحد على أن أمريكا هي من رتبت الإشتماع وبالعربية وماذا المغرب سيحاول يجمع الليبيين بشيء يقسمهم هذا الأمر غير منطقي ومتناقض أحسن محاولة لتقسيم هي أنك لا تجمع الليبيين أصلا بشيء يتفهمه وتخلي الحال على ما هو عليه على الأرض المغرب أكد أكثر من مرة أنه ما تشارك في الحوار لا هو لا غيره والحوار هو ليبي ليبي وعلى أي حاجة وافقه نحن معه وإنت حاول مرة أعطينا دليل مقنع أو تحليل منطقي على الأحداث التي توقع في المغرب أما خارج المغرب أو في مصر شغلك هذا ونفهمك وحسبك أن الوحدة الليبية بالنسبة لك هي تضر المصالح التركية ولو كان كلامك بخصوص المغرب صحيح وكانت أمريكا كتحكم بالمغرب بهذه السهولة فكن على يقين أننا سنطبعه مع إسرائيل قبل من الإمارة لا تقعش كثير من التحاليل الخيالية ونزل معنا على كوكب الأرض بركة من الأهلا للإشارة خوتيها التعقيبات درتها نظار لي أن بزاف دي الناس خاصة في الواتساب وفي الموقع الإلكتروني للقناة تقترحوا الموادع هذو وطلبوا مني نطرق اليوم ممكنش ندر عليهم حلقة خاصة لأنه ماشي موادع مهمة قلت ندوزهم بزربة فرد الحرق قلت ندوزهم بزربة فرد الحرق خرجوا في المشروع الدستور هذا الديدنتيتي ناسونار يعني الشي اللي نضع له الجدل الكبير حتنشوفوه وباشر قلتهاكم لأن المغرب راوم شغل اكثر من 37 سيت إلكترونيك في فيسبوك وفي يوتيوب وديرين دي بسودو بالليسي دي زرجيريان ويبكاش منها حتى فرنسا الفينانس انورمي من دي سيت لماذا ضرب الطم وسكت هذه المودة كاملة بقى ضرب الطم تفكر تقول مع رأسه ماذا هدرت على المراك ولماذا هدرت عليهم في هذه الحلقة وين قزم الدستور الى المراك والله يلم ديوني الى المخزن مع قدك انت والأتباع ديالك والحلاق موالهم لا تقدرونه ونفترضه مثلا انك على حق لماذا فضحت بسمي هذه المواقع واليوتيوب والفيسبوك والأدلة لأنها مغربية منسأل أنك تجبد شيء أدل على الناد موقع او الناد فيسبوك او الناد يوتيوب هذا مغربي وينتاح لصفات الجزائر لماذا فضحت اسماء البرلمانيين الجزائريين في الحلقة هذه المواقع لم يمكنني التدرع اليوم بالاسم هذا زيتوت مغربي يمكن همير ديزاد مغربي وقيلة غاني مادية والكازة يمكن والمديوني انت تدرع على الدستور خليك في الدستور اشهدك تنقيزها من الدستور الى المراك وشوف نقول لك الدستور في التكنولوجيا تغدوا باش نختارعو نحن فاني طائرات تتوانو نختارعو السافنات تتوانو نختارعو الدوات تعناق كمشتو الأزمة الأدوية خادي نقراوان انغلي حتى الفرنسية وشنا نقولها لكم مام الفرنسي سي بازون لانك دوسيانس سي بازون لانك دوسيانس سي بازون لانك دوسيانس اكتوالما داير حتى في البلدان الخبرى بالنسبة للتجارة هم يعلموا في ولادهم حتى السينية لانا لانا الإكونامي مونديال تغدوا سي لاشين نبغو لانكرهو والانجليزية فيما يخص لتكنولوجيا دو بوينت بسكو اللغاج او ماتير دو تكنولوجيا المديوني شامشي استيار عاد طالعي دي البرنامج كيفكرنا غير بأحمد موسى دير مصر نفس السيفيس بحال العادي وعلى ذكر أحمد موسى هو الوحيد اللي يقدرين عيسني بالديل فشمتانك يكون فيها الاراق والنكتة الوعدة ينتقد المديوني اللغة الفرنسية بالفرنسية يعني ينتقد اللغة الفرنسية وهو أصلا يتكلم بالفرنسية و ينتقدها و حتى مغير على الاراق ومن النوية تنتقد اللغة الفرنسية دي الماماك فرنسا ينتقدها بجملة عربية او امازيغية ماشي فرنسية هذه هي اخ من النوء و عيني فيه والمديوني وجنتك تغذر بالفرنسية اللي ماشي اللغة ديالك و تزيد تستعمل العملة المغربية اللي ماشي العملة ديالك اجي نقول لك قرب شوية و تزيد قرب شوية ما تخاش العملة ديالك را هي الدينار الجزائي والدرهم را كبير عليه را درهم واحد مغربي يساوز قريبا 14 دينار جزائي فعا فاول دي ترجل شوية و دير النيفو ما تقاش درب الدرهم المغربي هدرب دينار الجزائي المقطع الموالي سيكون المدخل للموضوع اليوم لأنني كما قلت لكم البارحة امريكا أبدا ما تستغنى عن الجزائر فيما يخص الخبرة التاحة فيما يخص محاربة محاربة الإرهاب لأن كل الدول العظمى تستنجد بالجزائر في محاربة الإرهاب لما تكلم عندها أسبوع قال لما حربنا الإرهاب حربناه وحدنا بس كان علينا ومبارغو كانوا جوارينا في الغرب كان يقولنا لا خلوهم يسيوا بغاو يدرونا لابوراتوار وإحنا الدم بتاعنا يسير كانت الأسلحات تفوت من الحدود باش يقتل الجزائرين على سبيل المثال المديوني في الحقيقة هو كينشتها للبرنامج باش يسمى بوصبع الزرق شعارات العدمة والقوة فين عمر أمريكا عولت على الجزائر في الحرب على الإرهاب وفين عمر الدول العدمة عولوا أو تعاملوا مع الجزائر في الحرب على الإرهاب الحموشي لا يسمعك غيموت بالضحك ماذا يمكن للصدف مجال الإرهاب في المنطقة الأوروبا في المغرب وبشهادة كل من أوروبا وأمريكا انتم في متيحان صغير خطف عمال البترول انبلتوا المختاطفين والرهائن أيضا وضيعتوا بلادكم في مئات الملايين من دولار ما هذه تسميها خبرة؟ والعشرية السوداء احتعي خبرة في مكافحة الإرهاب انتم دولة الشقاق والنفاق انتم من تدعموا الإرهاب في المنطقة وتنسيت أنكم تسلحوا بوليزاريو لي عصابة رصد فيندوف المحتلة ليس لدي أي صفة قانومية ولحتوا دائما العقدة المغربية كنتم قوة إقليمية وقدرين تحتلونها غير بالإسعاف لماذا تجعلوا السلاح يدخل من المغرب إلى الجزائر ما هي الحدود؟ ما هي قوة الجيش الجزائري في مراقبة الحدود؟ ونفترضك أننا مزيرين عليكم لماذا لا تستطيعوا مساعدة من جهة ليبيا أو موريطانية أو تونس أو مالي أو نيجا لماذا تستطيع المغرب فقط؟ حقيقة الأمر أنتم دولة هشة دولة ضعيفة والله إلا أنتم أضعف من خيط العنكبون المهم زيارة وزير الدفاع الأمريكي هي الخيط الرئيسي للموضوع اليوم بعد الأخوة سؤلوني على سر الصورة اللي هدها وزير الدفاع للرئيس الغير الشرعي كيدبون هذه الصورة لديها علاقة بتدخل حلافاء بينهم القوات الأمريكية في الجزائر سنة 1942 وعامة في شمال أفريقيا وهذا الصورة يذكرون أنه كان تحالف عسكري بين أمريكا وبين الجزائر في وقت ما ومن يقول الجزائر في 1942 ومن يقول الجزائر الفرنسية أو فرنسا بصفة عاملة المهم زيارة وزير الدفاع الأمريكي للجزائر جاءت في زيارة مماثلة لدارة التونس وكان غير يرمونا الجزائر للمغرب تونس المغرب معروفين أنه حلفاء منذ زمن طويل أمريكا لكن الغارب في الأمر كيفية الجزائر اللي كانت حليفة للصين وروسيا وليس داخلها في برامج أمريكا السبب بسيط وهو الدستور الجديد للجزائر وكي نعرف موقف أمريكا الجديد ما غانمشوش بعيد غانمشو نشوفوا الـ CNN على التحرك الأمريكي في الجزائر حسب جريدة CNN قال وزير الدفاع هناك عدد من المجالات التي نخطط فيها لزيادة تعاوننا أي أمريكا والجزائر في مجال مثل مكافحة الإرهاب كيف سيكون فضل الاتفاق؟ ستدربوا مع الجنود أمريكا في بلاي ستيشن؟ أو سيكون لديكم تدربهم كيف يدروا العشرية السوداء؟ اتفاق واضح الجزائر ستشارك في الحرب على الإرهاب في المنطقة الساحل يعني يشوفوا الفضيحة تكتبوا على الزوالي ويقولوا لي الدستور سيقضي على العصابة سنبني الجزائر الجديدة العظيمة ويجب أن تصويت عليه كيف يدروا وفي أول دورات يدروا له نو دونو تكتبونه لنقرحة من نقعة الاتفاق في أمريكا فهو لا تؤكدوا على أن الدستور لداره في نوفمبر لا تسنى التصويت سيكون دايز دايز انتخبته عليه ولم ينتخبته سيكون دايز كيف لا تكتبون غير شرعي؟ هناك تضح جليا على أن السياسة الجزائرية هي كتاب مفتوح ومفضوح عكس السياسة المغربية للقليل لذلك يستطيع أن تنبع ما هي الحركة المقبلة لهم بعد مرات من قراءة سياسة المغربية خاصة المشكلة التي وقع في الإقليم الجنوبي المغرب فنحن لم نكن نعرف أن الخطوة للسياسة المغربية لأنها سياسة معقدة جدا كما يقولون هرباء كثيرا للسياسة الجزائية أما هؤلاء الذين يريدون وليس يخافون من الفضيحة دعوهم بعد الدستور يدوز وذلك الساعة يدروا الاتفاق مع أمريكا مالكو ملاد الزربو ومالكو ملاد الشهد ودائما في مقال 2N قالوا مرة أخرى تقود الجزائر جيشا كبيرا يضم حوالي 130 ألف فرد وتنفق حوالي استفمية من ناتجها المحل الإجمالي على الدفاع وهي سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم دوباب لما تفرحوا خذوا العبرة بالسعودية كتتصورد كثير منكم سلاح وجيشها من أضعف الجيوش يعني بالعربية أمريكا بغاد جنودكم والأسلحة الكثير اللي عندكم وكلما كانت تعرف الدستور غايدوز والله ما يأتي عندكم والدليل هو بوتفليقة كانت تمنى أمريكا ترضى عليه ولكن بما أن الدستور لم يكن يسمح الجنود أن يخرجوا خارج البلاد فما كانوا يتوافق فهذا اتفاق كيف ضحشن قريحة ورباته على أنهم يلعبون بجزائريين وتروجون فقط لهم الهرتقة الرئيس اللي اقترح الدستور غير شرعي والبرلمان اللي وافق على الدستور غير شرعي والدستور دايز دايز بالتصوير بالزلز بالخاطر كيف مبغيتون غايدوز غايدو إلا في حالة واحدة هو أن كل الجزائري بدون استثناء ينضو نضو واحدة ويحيض النظام العسكري اللي بتبت سرطان للجزائريين أولاً وسرطان بالنسبة للمنطقة دائماً في الساين آن قال مسؤول دفاعي أن البنتاجون يشعر أن التطورات الأخيرة في الجزائر بما في ذلك الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي ساعدت على الإطاحة بالرئيس السامانيني عبدالعزيز بوتفليقة في عام 2019 وحكومة جديدة والتغييرات المقترحة على دستور بلاد سامت جميعها في تشكيل البيئة التي تجعل العلاقة الأمريكية الجزائرية الموسعة ممكنة من شأن أحد تغييرات المقترحة على دستور بلاد أن يسمح للمرة الأولى بنشر القوات الجزائرية خارج البلاد للمشاركة في التدريبات أو المشاركة في بيتات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي وهو تغيير يشير إلي المسؤول الأمريكيون على أنه علامة واعدة عن استعداد الجزائر للمساهمة في الاستقرار الإقليمي هنا في كلامهم المعنى واضح أن الاتفاق العسكري جاء مقابل إعطاء النظام العسكري الشرعية الدولية وهذا شيء غريب على أمريكا شاهدوا غير كيف يتعاملوا مع السلسي الجنود والسلاح مقابل الشرعية الدولية وخاصة الشرعية الأمريكية كتاب مكشوف سياسة أبسط الناس يفهمون أنكم نفس النظام القادم حيتوا بوتفليقة وجبتوا كذب لكن نفس النظام البائس السلطان الأفريقية بقي هو سوف نغتنم الفرصة لتطرق التساؤل يوجد الكثير من المغاربة وممكن أن الجزائر تدخل في القوات الأممية في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية الجواب لا ومن سابع المستحيلة الأمم المتحدة دائما تتعام الجزائر لأنها طرف مباشر في الصراع فكيف يعقل أنهم يكونوا من القوات الأممية ثانيا الجيش الجزائري يحتفظ القديم حارب خارج حدوده لا تنسيته نوقع في أمغالا أو القتال مع القدافي في ليبيا أو مثلا مساعدة عائلة القدافي فاشمات في ليبيا وخرجوها من ليبيا إلى الجزائر ونزيدكم حاجة الجيش والناس الذين يحكمون في الجزائر الماء والذين يحكمون في الدولة الجزائرية من العسكر ومخوافين نسخة الدستور التي تصلت فيها كتبين أنهم في حالة تدعمهم لتقرر مصير الشعوب لا يمكن للجيش الجزائري أن يقوم بحارب لدعم أي شعب يعني بالعربية يمكن جزائر تحارب المغرب مثلا لنصرة رصد البخروبية وما غير سوف يدروا الفتنة بالمسلمين أما يحاربون لن يعونهم أقصى حد التدخل سوف يكون تدخل مع أمريكا و فرنسا في دول الساحل اليوم مالي نيجر تشاد بوركينا فاسم وقابل الشرعية الدولية لنظام شنقريحة وما زال سوف يعطي تنازلات أخرى العالم من بين أوروبا و أمريكا و إسرائيل كنتم تعيرون بأتباع أمريكا هانتم موليتوا أسباع أمريكا وأتباع الصين وأتباع روسيا في نفس الوقت سيسي باع مصر وانتم سوف تبع الجزائر كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم